اشتركوا في القناة بل إدارية جميع فئاتهم وفي مجموعة من المطالب الأخرى كإضافة درجة جديدة لجميع الفئات وكذلك الرفع من القيمة تعويضات على الحراسة والإزامية وتعويضات على البرامج الصحية بالإضافة إلى مطالب فئوية هذا المحضر للتوقع جاء بعد مسلسال من الجوالات الحوار مع وزارة الصحة والأطور ديال مديرية الموارد البشرية ومديرية تنظيم المنازعات وكان واحد الخلاف في هذا المحضر هذا هو أن الوزارة بتنسيق مع وزارات المالية كانوا اقترحوا عندنا الجدول الزمنية ديال صارف هاد المنحة ابتداء من يناير الفين وخمس وعشرين ويناير الفين وست وعشرين إلا أن نحن كفرقة اجتماعيين كنا اتفقنا جميعا بأن الصرف دياله غادي بدا من يناير الفين وعشرين ويناير الفين وخمس وعشرين لهذا وقعنا هذا المحضر في انتظار نعود أن تواصلوا الحوار من أجل مطالب أخرى والترفع عدل ميل فادة لرئاسات الحكومة من أجل اللي بدت فيه إلا أننا تنتفاجئوا بأننا ما كانتش واحد المتابعة في العلم أن قطاعات أخرى استفدت وبقوا رجال ونساء الصحة بدون استفادة بالرغم من أنهم تلقوا وعود منذ كورونا بأن الوضعية الاجتماعية والمادية ديالهم رغادي تحسن لتحصين مطالبنا والدفاع على المطالب المشروعة والعادلة ولأيضا الدعوة إلى تطبيق الاتفاق المسعول الذي يتم فيه 29 دجنبير والذي يعبر لتيتماشى في إطار هذه المنظومة الجديدة اللي جيبها من طبيعة الحالة الدولة واللي شعر الرسمي المركزي دياله اللي كان هو التغطية الشاملة وبالتالي كان كيف يفرض تتمين الموارد البشرية على اعتبار أنها بيليي من أجل ذهب هذه المنظومة إلى أبعد فبالتالي هذه التتمين الموارد البشرية لم نراها مطبقة على أرض الواقع فهذا صوت من أصوات شغيلة مهنية الصحة يحتجون على عدم تطبيق المقاربة التشاركية والتعبير على المطالب على تطبيق الاتفاق اللي كانت 29 دجنبير هذه مسألة اللي نرفضها ونحن سنقاوم وسندافع من أجل تحقيق مطالبنا ومن أجل تحصين المطالب التاريخية للمهنية الصحة والشغيلة الصحية إلى آخر رمق على اعتبار أننا نعتبرها مسؤوليا نتحملها كما قلت لكم تاريخيا ونضاليا فلحد الآن الحكومة لم تستجيب لنا ونحن نحتج اليوم تنديداً بتماطل الحكومة وتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية اللي هي مشروعة ونحن وقعنا أننا كانت عرض علينا عرض حكومي ووقعنا عليه فكانت سنعو أن الحكومة وتنفذ موقع على ذلك في ذلك الاتفاق من جميع النقابات ونحن في دوجنبير أنه في 2021 تقرب إذا أننا حضروا ممتلين ديال الحكومة رئاسة الحكومة ممتلين ديال الأمن الوزارة المالية والوزارة الصحة والأمن العمل للحكومة إذن لحد الآن نحن كنتظروا هذا ما ما فهمناش هذا الصمت المريب ديال الحكومة لحد الآن نحن كنتظروا ونحن لا ما استجبتنا الحكومة فنحن سنستمر في النيضاء ديالنا وفي الاحتجاجات ديالنا حتى نلالى المطالبين المشروعين لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشترك في القناة